ممكن بنشوف أنه بنسمع من الوصيات حبوباتنا أنه خلي طفلك مدة طويلة في الشمس عشان ياخد كفايته من فيتامين دال عشان يمشي أسرع عشان ما يكون عنده أي مشاكل في العظام هو كالآتي أصلا الشمس هو ما دار مدة طويلة أول حاجة دي معلومة لازم تتسبب دي معلومة مهمة جدا يعني ما ممكن يخلي طفلك طولة اليوم في الحوش عشان ياخد فيتامين دال لا هي دقائق واصل الشمس بتعمل شنو السمس الشمس بتعمل الآتي فيتامين دال لو انت بتاهدو اللي بندي له نحن كنقاط الشمس تشتغل عليه عشان يتحول لفتامين دال النشط وغير 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 عن طريقة عن طريقة الجسم دي معلومة مهمة ديكتور الفتامين اللي نحن بناخده للطفل كعلاج أو كبديل لفتامين دال الموجود في الحليب الشمس هي اللي بتشغل هذا الدواء بطريقته المثلة يعني مش الشمس هي اللي بتمدنا بفتامين دال جزء من الفتامين دا الشمس يشتغل فيه طيب المدة اللي نحن بنقوله عادة المدة من عشرة من عشرة صباحا للساعة ثلاثة بالدور بنختار خمسة دقائق بس في الوقت دا أما لو كنت انت جبت طفلك مثلا عرضت للشمس الصباح مثلا من سبعة من سبعة ل يعني من الساعة سبعة صباحا سبعة من الصباحا بتكون أطول المدة يعني بتكون عشرة دقائق عشرين دقائق كده لكن من عشرة لتلاتة تلاتة خمسة دقائق كافية جدا خمسة لعشرة دقائق كافية وبعدين مهم للطفل ولأمه للاتنين مهم جدا لأمه ذاته مهمة أنها تتعرض للشمس وعندين في حاجة مهمة جدا الأيام دي نحن ما بنعرضهم للشمس لأن الشمس درجة الحرارة بتاعتها عالية جدا صحيح عالية جدا فبالتالي ننتظر لها لتلاتة أسابيع بالكتير والجو بتغير درجة الحرارة درجة الحرارة بتنزل